يا صباح التفاؤل يا صباح الخيرات على أحلى متابعين بالعالم اجعت لكم جديد أنا عولة بفيديو جديد اليوم الفيديو لأول مرة رح تشوفوا على القناة من طريقة التصوير لطريقة العرض الفيديو كتير مختلف فحاب اليوم أصوركم روتيني جاي عبالي أصور هيك حتى تفاصيل صغيرة بيومي أنا كيف بأضيع يومي الحقيقي بدون أي هيك مبالغة وأنا كيف بأضيع مع بنوتي الصباح وقت بيكون سعيد بشغله فحاب هيك كي تكونوا معي حس أنه أنتم اليوم جايين الزيارة اللي عندي على البيت وابتفرجوا علي أنا شو بعمل من أول ما بفيه الصباح لوقت قبل ما يجي سعيد ورح نزلكم فيديو تاني في الروتين المسائي بدل ما شفتوا أول ما بفيه قالوا شو بكون نايمة فبقوم بنط أنا بكير بالعرض الفيء الساعة 7 ساعة 8 كأقصى حد برتب شوفوا هلأ رح تلاحظوا أنه بكل خطوة أنا عم بعملة بيومي عم بحاول أرتب شوي شوي هون طبعا بحضر لغرادة لقلوش حتى أول مدفئ فورا بغير لها وبنظفها قالوش اللي هلأ هي نايمة بعمل تشكة عليها كل شوي بعدين بقوم على شغلي الحلو أنه أنا ببلش يومي ما فيه عندي شيء اسمه تنظيف صباحي لأنه أوريدي أنا بكون منطفة قبل بيوم المساء بروتي المسائي رح تشوفوا أنا شو بعمل قبل النوم آآ فبفي شقت حلو تخيلوا حال كون هلأ زمانه نزلت لكم روتينات أنه أنا الصباح ما بعمل تنظيف صباحي فقالتولي بكرة بس تصير عندك أولاد من شوف هلأ أنا عندي منوتي أنه هلأ ما بتتحرك أو ما بتمشي أو ما كذا فكمان لسا الأمر مسيطر علي لسا ما في عندي تجربة أنه وقت اللي راح تكبرش وراح يصير بالبيت بس حتى لو تكركب يعني أنه الولد بدي ياخد حريته يعني هذا الشي طبيعي الله لاح يحرمون لحدة يا رب فهلأ بقوم أول شغلة بفتح الشبابيه بفتح البرادي بخليه الشمس والتغوية وأغير أكسجين البيت كلها يعتو مع أنه هلأ برد بوز يعني وشتين بفتح البواب يعني مدد كأغصى حد ربع ساعة بعدين ببلش بحضر أهوتي أجواء الرواء هلأ اليوم كمان بنضمن الروتين الصباحي راح تشوفوا شغلي هاي لأول مرة راح شارك معكم الشغل اللي أنا بشتوره طبعا هلأ من أول ما جت بنوت تقلوشي فأنا تركت المدرسة كإجازة أمومة بعدين مددت لأنه ما خرج أنا أترك بنتي لا عند بيبي سيتر ولا حتى بنورسري أو حتى بأي مكان يعني بنتي بحاجتي إلي خاصة أول سنة للرضيع بيكون بحاجة حنان أمه بيحس بالأمان أكتر من التغذية أكتر من أي شي تاني يعني بيكون بحاجته بأول سنة لأله فأنا أسنة قررت أنه أنا أعود بالبيت وما أعمل شي في كتير شغل عن طريق أونلاين فأنا هلأ مستلمي دورات وهيك قصاص أونلاين هلأ بس أصولكن وقت اللي بيصير درس الأونلاين شو أنا بعمل كمان رح صوركنه أحكي لكم أكتر عن الشي الشغل اللي أنا عم بشتغله فهلأ بحضر أهوتي مثل ما شايفيه أهوتي يعني هاي الصباحية إنه هيك قفيه قبل ما تفيه قلو شي أنا أصلا بفيه قبلها يعني معيرت الله وقتها بنظمت الله نومها كمان رح نزلكم فيديو على تنظيم نومة بنتي أكيد في كتير أمهات بيعانوا مع أولادهم عندي رفقتي عمر أولادهم سنة ولهلأ بيعانوا مع أولادهم بقصة نومة الليل أنا كتير رسمعت نصائح دكاترة وكذا لحتى قدرت أسيطر على نومة بالليل وأنظم ليا فهيك تنظم يومي أنا صرتك صار عندي وقت لحالي أعطيني بحالي وأدلل حالي الصبح قبل ما تفيه فهلأ متل ما شايفينه أهوتي صارت جاهزة أول شغل اللي بعملها طبعا متل ما شفتوا أنه بحضر أهوتي الصباحية بعدين بدخل على غرفة الصالون بتبلش بحب كتير أبلش يومي بشي اسمه قرآن أسكار صباحية الرغية الشرعية هالشغلات كتير بالنسبة لألي المهمة يعني بحس هيك بيومي كل ياتو قد ما كنت فايقا متداية أو كذا بحس براحة نفسية هي التغذية الروحية هاي أنا بسميها فبشغلها ومثل ما أدومكم هون أوردي أنا فتح الشبابيك فبحس إحساس براحة نفسية مية طبيعية اللي ما بيعمل هذا الروتين الصباحي هاي الخطوة عم جا تجربوها وأكيد كتير كتير رح تدعو لي يعني كتير رح تحبوها وراح تصلكون إدمان ما رح تقدروا تستغنوا عنها قبل أكون معكم صريحة كنت أول ما أفي أشغل فيروس فأكون أنا أوردي مثلا فايقة متدايقة وأشغل فيروس فأضلم متدايقة أضلم كاركب والشغلة الثانية اللي كتير مهمة كقاعدة صباحية الحمد لله الله يسبتنا عليها هي الصدقة الفجر إذا فتع صلاة الصبح بحاول بعد صلاة الصبح أنه أنا أحطها فكمان هاي يعني من الشغلات اللي كتير كتير هيك تشوفوا الخير بحياتكم فيها تخلوا هيك يومكم يبلش بتغذية روحية أوكي من ناحية الصدقة من ناحية أنه تشغلوا قرآن هالقصص لقلت لكم أنه أنا البيت نضيف ومرتفة بس بحب أغير جو البيت أبخ عندي هوس بشيء اسمه عطورات البيت والروايح اللي فريش هلأ قعدة بعود على الشباك بعدين كل شوي بقوم بشيك على ألو شيء إذا فائت لأنه أحيانا بتفيق بتضل بسريرة بس ما بتطلع صوت ما بتبكي فأنا كل شوي أنه بشيك عليها هلأ بالصدفة وأنا داخلي أشيك عليها شوفولي شوفولي شو عم بتعمل خليلي قلبها قعدة بسريرة عم تستناني لأجل عندها وأشيرة من السرير بتوزع لي ابتسامات خليلي قلبها طبعا من أول ما بتفيه قال له شي خلص خلص شيء اسمه رواء وهذا المزاج الهادي والكول كله بيروح هلأ صار رجد لبنتي من أول ما بتفيه فورا ده أبلش أنا بضفة أغير لها تيابة أغير لها الحفوض أبلش أردعها هلا كله هذا راح تشوفوه من خلال هذا الفيديو أكيد كل الإمهات هيك بس الميزة اللي أنا حاب بأفرجيكم إياها اليوم بهذا الفيديو إنه قدي حلوق أنت تكوني منظمة يعني أنت وقت اللي بيكون فيه إنتي هلأ تخيله أنه أنا قال له شي فائد قبل ما أنا أفيه فهي فيأتني مثلا دعود أرقد على تغييره وأرى ما نكوجه وما لي صحيانه وكذا كتير فيه فرق يا جماعة عن جد يعني كتير بتحسي براحة نفسية وقت اللي بتفيه قبل ولادك بتكوني منظمة طيلهم أمورهم كلها ياتا بعدين هلأ بيفيقه أنت بتكوني حاسة براحة نفسية آآ فهلأ مثل ما شايفين روح قلبه آآ عفكرة قيلة من بالنوتات اللي بتحب النظافة بشكل موطبي يعني كتير شفت مثلا أطفال تانين أصنع ما أمهاتهم بيغيروله ونه هيك بيقضوها بكيها لأهون بكيات لأنه شوي هيك نفطة فهي كتير بتحب الهدوء كتير بتحب الهدوء كتير بتحب الهدوء وتحالة يتعامل معها بخشونة فأحيانا بيكون مستعجلة فإلا ما أعمل حركة هيك تزعجة فورم بتبكي وهلأ هيك بنظفها وبحط لها الكولونيا وكزا حتى تحس حالها هي فريش يعني هي حتى هي تعودت عليها أنه الصبح بعد ببالش بحط لها بعملها ببرونتا هلأ قالوا شي سألتوني أنه بالنسبة للرضاعة الطبيعية والرضاعة الصناعية أنا وقفت الرضاعة الطبيعية للأسف حليبي ما غزها أبدا فالدكتور قال لي لا أركزيلا على الحليب الصناعي لأنه ما كانت تفترتها ما كانت عبتكبر كتير فما استفادت من حليبي كتير أنا صرت أعطيها يا بس أنه مشان المناعة لأهلأ بعطيها بس مو كتا أنه تشبع بس مشان أنه جهاز المناعة يقوى بس ما اعتمد على الحليب الصناعي والحليب الصناعي اللي بعطيها ياهو اسما بقولوا لهم بتركيا هي واس ام اي مثل ما شايفين لعل بفجيتكن ياها من الضمطلة كمان أرضعتها كل 3 ساعات تقريبا مية وخمسين ميلي هلأ الحلو أثناء ما قال ليشا عم بترضع طبعا هي ما سمعت الأسكار الصباحية وكذا بفحطر الرقية الشرعية للأطفال كمان تعودت هي عليها بحب قال ليشا من أول ما تفيق الصباح وقبل ما تنام تكون متعودة أنه تسمع قرآن أو تسمع أسكار أو تسمع أدعية يعني كمان هيك التغذية الروحية للطفل المهمة هلأ بيبلش وقت اللعب الطفل من أول ما بفيه أي شي بتعلمويا بيضل مرسخ بزهنه فأنا هلأ عم هي بنفس الرقية عم بلعب معه وبنفس الرقية تعليمي بفجيها دول الكروت اللي شايفينه قدامكم وبقال لي كلماتهم بالإنجليزي أو بالتركي أو بالعربي حسب اللغة اللي أنا عبركز عليها كما سألتوني إنه علا شو اللغة اللي رح تعلموها لأقلو شاقت لكم التركيز حيكون عن لغة التركية بأنه هي عشب تركية وأبوها تركي واللغة الثانية هي عربية والإنجليزي أكيد رح هي تكتسبة لأنه أنا وأبوها بنحكي إنجليزي بالبيت فشوفوا كيف تركيز الولد على هدول الكروت عفكرة من الأول ما جبت لها إياهن بالأول حسبت أنه هي ما رح تنتبه لهم أو ما رح يلفتولها نظرة بسنة لا رسمينهم بالأبيض والأسود من عمر الـ 3 شهور بيكون أصدا رسمينهم بالأبيض والأسود بعد ما ببلش بعطيها دويتا لألوشي هلأ الدوية الوحيدة عبعطيها ياهوة فيتامين دي من أول ما أجت من والدة ألوشي هلأ عطيتها خلصه 3 أناني بس هاي الأنينة أكتر وحدة حبيتها ليش؟ لأن هدوليكي رح عطيهم بالأطارة أو بالمعلقة هاي بخ مجرد بخة وحدة تاخد الجرعة اللي هي لازم تاخدها بعد هيك وقت التفكه هلأ بما أنه ألوشي دخلت بالشهر الخامس عبابلش بدخل لأكل يعني مرة باليوم بهذا أخدت لها يا من عند إيه ببك بحط لها بقلبه عني يعني فواقع خفيفة العنب اليوس في البرتقان هالقصص هلأ تركت ألوشي شوي هيك تلعب مع حالها بتلعب بإيديها لأكي بتستكشف العالم حواليها وأنا بدخل على المطبخ طبعا هي موجودة جنبي ما بتركها أبدا لحالة بالغرفة آآ بعملها رضعتها وأنا بحضر فطوري بس قبل ما أحضر له فطور عندي شغلة مهمة أنه أنا أحضر شاي المشموش هذا شاي المشموش أو أي شايات من هدول اللي سلم من ليبتون أو أي نوع تاني بعد أي وجبة أنا باكلها هذا الشاي بستعمله لأنه بيساعد على عملية الهضم والأيد وهالقصص كلايات هلأ أنا بستعمل الزرفين لأنه اليوم فطوري شوي هو تقيل فهلأ متل ما شايفين ألوشي خانم نامت وجاء صار وقت رواء وقت الرواء التاني وقت ألوشي بتنام إنه رح حضر فطوري متل ما شايفين بتركها على كرسي حتى ما تطور بالنومة كتير هي مجرد غيلولة ما بتطور فيها نص ساعة ساعة ماكسيموم يعني بعدين بزبط لها نومتها هذا السريل بأنه هيك شوي ساحل فبنهض لها حتى تكون مرتاحة بالنومة بعدين بصير وقت إنه أنا أدخل على المطفخ وأحضر فطوري الفطوري رح أحكي لكم الفيديو القادم أنا نزلكون ياه عن الدايت فطوري هلأ أنا صار هو برانش برانش يعني براكفيست و لانش أوكي يعني عم بدمج للفطور مع الغداء لأنه هلأ أصار تساعة ٤٤ ونص أو أحيانا ما بفتر لساعة ١٢ فبفتر مثل صندويش للطوشكا آآ سنبوسك هيك قصاصي يعني هي بنفس الوقت للفطور بنفس الوقت للغداء بتأقله شوي لأنه من قبل بيوم الفيديو والدايت رح تعرفوا ليش أنا عم بعمل هيك شوي لغيت اللفطور هلأ مبدئيا آآ لا على حسب الدايت اللي أنا هلأ متبعته آآ وشوية متبل والعيران طبعا لغيت كل شي اسمه مشاريب السكر والكولايات وهلأ أصاص كل اللي التغيت بحياتي كل اللي عوضتها بالعيران هلأ بدخل على الصالون وببلش بفتر وأنا عم بتفرج على مسلسلة بحط هلأ مسلسلات اللعبة تابعة قلت لكم هو يارقي القضاء وجامدك كل فتات النافذة ومن المسلسلات التركية هدول ياساك أيل ما كنت كتير أحبه اللي هو التفاحة الممنوعة وهيك شي آآ بعدين ما بقى أتابعه آآ هلأ صار وقت الشغل طبعا قلو شفاقت هون بهذا الوقت وجد غيرت الله تيابه بش تعرفوا الوقت بيغير باليوم مرتين كلاته فأنا هلأ هون عم بعطي عندي كورس أونلاين لطلاب أونلاين أوكي عن طريق الزوم بالزوم ميتينج بعطيهم الكورسات فمستلمت قريبا شكلات كورسات وبنفس وقت أنا حاطة كورسين تعليميات كورس من بيناتهم لتيتشورز تيتشينج ميثو دولوجي بعطيهم فهلأ أشغلي حاليا هذا اللي ماسكتهم طبعا بحط اللويسة جنبي وأنا عم بحكي وبتفعل مع الطلاب فهي بتضحك بتقضيها ضحك هيك بتنبسط بتتفعل معي وحسب الناس الوقت إنه هي عبتتعلم فبريدة تكون فايع هون بيخلص شغلي وبقوم على المطبخ الكاست الشاي اللي كنت عاملتها قبل اللفطور بخليها تنتقع وتبرد عشان أشرب بفردشة أربعة شباك لأنه للأسف طعمتها مطيبة كتير هون بتفرج على الطلاب قدامي مدرسة مدرسة أعدادي فبتفرج عليه هن عبينصرفوا وهن عبيدخلوا على المدرسة لأنه الدوام بتبدل بين أول فوج وتاني فوج بعدين صار وقت اضطر طبعا هالفترة هون أنجز كل إنجازاتي فإذا كانت جو حلو بفضل أنه أنا أطلع من البيت أحيانا حتى لو جو حلو ما بيكون خاطر لأنه أنا أطلع من البيت فبحضر الله تيابا لألو شو منطلع بينقوا علي رفقاتي مثلا أنه علالة مشي نطلع جو حلو أو إجتني عزيمة أو إجاني شي فبطلع من البيت لأنه الوقت طويل يعني وقت الصبح يعني ما حكيت لكم بالفيديو أنا بفي الساعة سبعة الصبح فالوقت عندي جدا طويل يعني هلأ وأنا عم بحضر له لبس ألو شو صارت ساعة واحدة بس يعني تخيلوا الساعة واحدة هون قررنا ننزل نطلع من البيت ونروح على شي مول أو حكيت لكم بالفيديو سبعة ونكون مالين وكذا ما في قدامنا غير المولات فبحط ألو شو بالسيارة وبنطلع باخد رفقاتي ونروح وين ما بدنا هلأ جيت على الميبير الميبير هذا المول أوتلت يعني تنزيق تخفيضات كل الشي هيك بضايع زايدة كله بتلاقوا عليه الكرت الأحمر شو يعني الكرت الأحمر على تنزيلات يعني هلأ أحبار جيكم بطاقة الأسعار الموجودة على أي قطعة بيكون عليها هاي القطعة الحمرة شايفين نزل حق أمثل بيكون عليها تنزيلات بحبت أخذ الشغلات البابي لأن البابي أصلا ما في إله موضة وهايك بتقدو تاخدو أسعار رخيصة وعفكرة كتير بتلاقوا شغلات يعني موضة سنوات أقديمة بس كثير كثير بتلاقوا شغلات مثل ما شفتوا أخر محطة كانت بيومي إنه أنا ورفقتي نروح على شي محل نشرب القهوة أو نقعد بشي مكان ناكل شغلة حلوة خفيفة هلا أنا كنت حابة شارك معاكم الطبخة اللي طبختها اليوم بس بما أنه الفيديو طلع طويل شوي فما حبيت إنه أنا أطوله أكتر من هيك حتى ما تملوا فرح نرزيكم الطبخة اللي طبختها بالروتين المسائي لأنه طبعا كلها تم طبخ مرة واحدة باليوم وأنا طبختي بتصير قبل ما يجي سعيد من شغله وبس هيك بيكون وصلنا نهاية الفيديو بتمنى لك تكونوا حبيتوا الفيديو واستمتعتوا فيه إذا حبيتوا لا تنسوا حطوا لي لايك للفيديو وتتابعوني إذا ما كنتوا بتابعيني وتروح تتابعوني على إنستغرام بحبكن كتير كتير اشتركوا في القناة 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 شكرا